السلام عليكم يا سنة ثالثة معاكم زملتكم غيداء أحمد هنراجع بسرعة على محاضرة الميديكال إيزيكس ونحل الأسئلة الموجودة عليها بس قبل ما نبدأ ما ننساش ندعل زميلنا بالرحمة بعد كده هنبدأ في المراجعة بشكل سريع اتكلمنا في المحاضرة عن خمس آيتمز أول حاجة تاني حاجة اللي هو العلاقة ما بين الدكتور والمريض الأول وبعد كده العلاقة ما بين الدكاترا وبعضهم بعد كده السرية المهنية الموافقة الطبية وأخر حاجة سوق التصرف المهني أول حاجة قلناها التعريب بتاعها قلنا الميديكال إيزيكس هي رولز وبرفشنال إتيكيت وميديسين فيما معناها إن هي مجموعة من القيم والمبادئ والكواعد اللي لازم الدكتور يلتزم بيها وهو بيمارس مهنته قلنا جمعناها في جملة إن أنت مش مكبر بس لو وفق لازم تقدم أفضل رعاية ولو أنت مش عارف الحالة أو مش عارف تتصرف معاها ما تفتيش وحولها الدكتور تاني ولو في حاجة مش كويسة أو البروجنزز بتاعك مفيش أمل لازم تبلغ عائلة المريض بلاش تبلغ المريض نفس الكلام اللي احنا قلناه بروفايد البيست كير وفضل أفضل المرعاية آآ لازم تريت منت كوم بلتلي أو جوتو أنظر دكتور لو مش عارف يعالج ما تفتيش هو مش مكبر بقانونيا إن هو يعالج المريض بس لو هو الوحيد المريض المتاح في الوحدة أو في المستشفى وأن الحالة لازم يتعامل معها لو الحالة ما يقص منها أو الأمل فيها ضعام زي يقولنا حالات الكنسر المتأخرة هنا لما يقولش للبيشنط يمسيلف يقول للقرائب بتاعته بعد كده العلاقة من بيت دكتور قلنا دي حاجات ضد الرولز ولازم نتاج النبا أول حاجة ما تدبستزمي لك الحالة ما يقص منها أو إن العملية مش هتفيده بلاش تدب الزميلة فيه مش لازم ترفض ما ينفعش ترفض إنك تعالج زميلك لمجرد إن عندك مشكلة أو تعالج قريبه وما تاخدش فيز قلنا بناخد فيز إمتا؟ في حالة الأشعة أو حالات الأشعة والتحاليل قلنا إيه؟ لو أنت عارف إن الحالة كانت مع زميلك ممكن تستفسر من زميلك على الحالة إلا لو البيشنط رفض أو حد من قريبه أو البرتنر شب بتاعته رفض آخر حاجة قلنا النقدة ما تنتقدش زميلك على على الدول اللي هو كان كاتبه بلاش تنتقده لأنه نكون في الأول في الآخر زميل الثالث حاجة وقلنا أول ميدي كنفشلات الثقة الطبية وقلنا بيبقى مهمة جدا 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 عشان عشان مساحة المريض إزاي بقى؟ دي الصورة اللي إحنا قلناها بعد كده قلنا لو هايبقى واصل فيك وهيقول لك كل المعلومات في الهيستوري فبالتالي هيبقى عندك والعكس صحيح دكتور مش هيقول لك كل حاجة في الهيستوري فبالتالي يتشخص خلط وتعالي وغلق قلنا رتبناها في ثلاثة في المستشفى أربعة قنون واحدة للصلاح العام أول حاجة تلاتة في المستشفى المريض ذات نفسه لأنهم هما اللي هيهتموا بيه هما اللي هيهتموا بيه في البيت يعني الحتة دي إنك مش ملزم إنك تقول لقريبه أو إيه أو إنت ممكن تقول لقريبه إلا لو ما وفي شي ما تقول شي يعني فيه مش قريبه بقى القريبين منه أبو أم وفيه قريب تانية بيبقوا عايزين يعرفوا لحالة المريض والمريض مش عايزهم يعرفوا ساعتها ما تقولهمش لو لو البيشنت مش عايز يعرفهم ما تقول لهمش طبعا والإصطافة التانية زي النيرس الزوديان لأنهم هيساعدوني في بتاعت الكيز بعد كده الاربع القانون أول حاجة قلنا مش مجبر إلا لو كان فيه آآ عمر من المحكمة المتطالبات القانونية زي الديس وقلنا والإنفكشن والأدكشن والإيكوبيشن قلنا بيبقى الحالات الأمراض اللي في بيئة العمل دي لازم برضو تتبلغ عنها إن كورتس أوف لا اللي هو في المحكمة لأنها شهادة شهادتك في المحكمة لازم برضو تقول فيها عن حالة المريض وتقول الحقيقة قلنا بيبقى المحاميين ما تقولهمش برضو إلا ما تاخد من البيشنت أو إنك يكون عندك أمر من المحكمة إنك اللي هو تقولهم عن الحالة الصحية للمريض آخر حاجة جد وإنها دي مهمة جدا لأنها بتأثر على بتأثر على الناس كلها مش على البيشنت بس وقلنا أمثلة عليها الديزيز اللا فورس زي دكتور توزي بيديكال سيكرس انفيكشاس ديزيز هويفر زير اس دايليما ابوت سيروس اللي نسقلناها إن هي بتأثر وبتسبب سيريز توزي سيفتي أنها ممكن تضرر أو تمثل خطر على صحة المرضى وعلى صحة الناس بشكل عام قلنا أمثلة عليها الهايبرتنشن والضيابيت في حالة الباص درايفر وقلنا لأنها ممكن تعمل حدثة أو تاني حاجة الآنجينة الزفحة الصدرية في حالة والتي بي والانفيكشيز في التيتشار أو فود اي هاندلر البروبر كورس بتاع الدكتور قلنا الدكتور لو يعرف الحالات دي لازم ينصح المرضى ويشرح لهم أن هما لازم يغيروا لظيفة طب لو رفض لازم يوازن أن صحة الناس دلوقتي تاخد أو تاخد تاخد الأبر هند أيوة عن الاسكس الكون في ديشالتي فبالتالي لازم يبلغ عنها وأن الانجري اللي لازم تعالج والأستيلانت اللي هو بيبقى الضحية والمعتدي عشان تحمي الانديفيدوال والبوبلك وتاني حاجة قلنا مهمة جدا برضو اللي عنفه ضد الطفل خاصة لو كان الوالدين وبعد الدول قلنا زي حالة قلنا الإرهاب لو الدكتور بلغش عنها يعتبر مشترك في الجريمة قلنا بعد كده الموافقة الطبية بتاع او تجخصه او تعالجه او تستخدم حلته قلنا الدكتور ان هو ممكن يتهم بالاعتداء او لو لامس المريض وهو بدون موافقته اكتر حاجة مهمة برضو في الموافقة الطبية دي انك تخد تخدها عشان لو عملت له عشان تشخيص او عملت له جراحة وحصل منها مضاعفات لازم تكون وغد موافقة وانك معرفة المضاعفات دي دي مهمة جدا مين اللي هيدينه قلنا قلنا لو كان عائل وفي سن القانوني ويعرف يغض قراراته او لو كانت في حالة الاطفال او من المسؤول الريلاتيف الاب او الان او الجاردن الواسي امتك مش مهمة قلنا مهم جدا وممكن قلنا في حالة او هنا بقى والحالة بقى جاية في اكسدنت في حادثة ومش في وعيها وممكن هتموت مني لازم اخش وما فيش اي اجراءات كرنومية هتحصل لي ان انا مخدتش انا بطيب بتاع مهمين جدا جدا قلنا ما بيجيلي العيادة وحاجات مهمة جدا كلمة مهمة جدا بتبقى قولي زا بيزيك كلينيكال ميزوت لما 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 هم عشان يعمل ايه لكن الناحية التانية الموافقة التعبيرية زين لتكون الحاجات مش قلنا زي الحالات اللي هو بيبقى او قلنا الاندسكوب قلنا اتنين اتنين قلنا بتتغذ في الحالات اللي هو الطريقة او الحاجات الجراحات او العملات الجراحية والحاجات اللي بتحتاج ايه اناسيزيا اه لازم وانت بتاخد وانت بتاخد يكون حد تاني شاهد معاك عشان ما يقولش ان نعمل مهمة جدا في الوقت اللي حصل في دسبيوت اللي حصل فيني زعمة بين المريض والدكتور لازم تعرف المريض المخاطر وكل حاجة قبل ما تاخد اخر حاجة ضيلمة اللي احنا قلنا لما بيحصل فيه اه في الابريشن اللي هو حصل اي حاجة طريقة اه ساعة العمليات وكنت محتاج الاذن تاني من المريض انك تعمل حاجة معينة بس المريض بيبقى عن كونشوس زي حالة قلنا بيبقى انك تقفل او انها بتعمل باتر للمب آآ آآ او او بيبقى ديلمة بتاع الدكتور قلنا لما لو قال كل حاجة المريض بيخافوا ان هم ما يعملوا العملية بعدها بكده عارفنا ايه الفورمز بتاعته بعد كده قالك المعايير اللي انا اول حاجة اللي هي قانونية انه يكون في السن القانوني يكون ناضج وراشد تاني حاجة لازم تعرف كل حاجة تعرفه المخاطر والفوائد بتاع العملية لازم البيشنط يكون فاهم هو بيدي البرمشن او الازن بتاع او الموافق ايه واخر حاجة ان الكونسينت تتاخد من هافزا راية توجو قلنا زي البيشنط او الاب او الام او الواسع عليه اخر حاجة خدناه في المحاضرة والتصرف التربي قلنا دي عبار عن دفك انزا بروفيشنال بيهوفير افزا ديكتور قلنا دي الخلل اللي بيحصل في الاسناء تقديد الدكتور اللي وظيفته منها تلات حاجات ميديكال انكمبيتنس عدد كفاءة ميديكال نيجلي كانس الاهمال الطبي اخر حاجة سوق الادارة اول حاجة الميديكال انكمبيتنس معناها ايه لق اوف نوليج اند اسكيلز بتبقى فيها ناص في المعرفة والمهارات الميديكال رزبونس بيبقى الدكتور جلتي اوف انكمبيتنس بيكوز البيشنط معناها ايه ان الدكتور بيتهم او يعاقب على عدم التقاعة الكفاءة لان المرضى ليهم الحق القانون انهم ياخدوا العلاج بتاعهم بافضل طريقة ويوصلوا للمستوى الصح اللي يغضيهم بعد العلاج تمام ان النزاع ما بين الدكتور والمريض بعد كده ان الدكتور ان حصل عدم كفاءة من الدكتور او لا بتغضع للقانون الجنائي نفس الكلام مشابهها جدا الميديكال بس هنا هو عنده كفاءة وعنده المهارة بس ان الميديكال كير بتاعته مش مناسبة او ما عملش الميديكال كير بافضل طريقة ونفس الكلام ان الدكتور برضو بيتهم بالاهمال وان النزاع برضو بين الدكتور بيغضع للقانون الجنائي اخذنا امثلة وقلنا مهمة جدا اللي بحصل نتيجة نتيجة قلنا لما بحصل الولادة فترة طويلة بيقل الاكسجين فبالتالي اللي يحصل دمج قلنا برضو ارصو بدك قلنا اللي هو بيبقى شفت الاشعة وفيه منك او نتيجة نتيجة انت عملت لفترة طويل ان انت برضو ما عملتش للمريض بشكل كويس فما حصل فيه انت انت بشوفتهاش او انت لما يكون جاي في حدسة وانت ما متقلش اشاعة مقطعية فما كان عندي نزيف من وخه وموته او وانت برضو حصل حصل فيها قلنا بيبقى ان انت تديد له العلاج بس تديد له فما صليته او غلط انت بعرفت الشخص وده كله نوع من الهمال قلنا زي الدكتور اللي قفل على على التليفون في بطن المريض او عملت ان انت عملت العملية للمريض غلط او عملته في مكان العملية في مكانه غلط اخر حاجة ان انت دخلت المريض في هايبوكسيا او 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 خليت يبدأ العملية بدري قبل ما المفعول التخدير يحصل فما حصل نتيجة اخر حاجة في المحاضرة معنا قلنا عبارة عن عبارة عن ايه ان هي تصرفات شخصية غير متوقعة الدكتور بيعملها عن طريق ان يستغلمه مهنته او تصرفات غير متوقعة باستغلال السلطة اللي في ايديه قلنا على الامثلة هتوضحنا اكتر هتوضح لنا التعريف كويس يبقى اول حاجة ان انت عملت الشهادة مزورة او كذبت معلومات غلط في الشهادة الطبية عشان المريض مسلا ينيهد اجازة تاني حاجة ان هو عمل اجهاض البعد كده المهدئات كأنك اشتغلت التاج المخدرات عشان انت استخدمتها استخدم غلط المريض ما كانش محتاج انك ترفره الحالة او توديه الدكتور تاني وانت وديته الدكتور عشان تتأسمى الفلوس مع بعض اخر حاجة سكشوه الاكتيفتي ان انت عمل سكشوه الاكتيفتي والمريض مش في وعيه او الحالة الصحية العقلية بتاعته مش كويسة او تحت تأثير التغدير كده احنا خلصنا شرح المحاضرة سريعا هنتكلم بقى هنشوف الاسئلة اللي موجودة على المحاضرة اول حاجة احنا قلنا ما بناخد اذن عشان نعمل فحصات او تشخيص او علاج او حتى نصطدم الحالة في بتاعنا ده بيسموه اللي هو بيبقى الموافقة الطبية تاني سؤال ان الخلل في التصرف الوظيفي ده عبر عن اي اللي هو بيبقى سوق التصرف المهني قلنا بيبقى النوع يستخدم بسم الله الرحمن تصرفات شخصية غير متوقعة للدكتور انه هو يستغل مهنده في الحاجات الغلط اللي بيبقى سوق الادارة مش الحالة الوحيدة اللي احنا قلنا الدكتور مجبر انه هو يعالج المريض وما ينفعش يرفض ان يعالجه الحالة ايه لما يكون هو الدكتور المتاح انه زي ما يكون في واحدة صحية وهو الوحيد المتاح وللحالة امرجنسي لازم يتعامل معايا من ينفعش يرفض العلاج رقم خمسة الحالة اللي انت بتعمل فيها ممكن تقول او تتكلم عن حالة المريض ده كله معادة احنا قلنا ممكن تقول بس لو المريض مش موافق لأ دي ما تقولهمش تمشي ورا قلم المريض وما تقولش القريب قلنا بقى قلنا اول واحدة في حالة قلنا او ممكن نقول قلنا في دول من دمن الاربعة بتاعت القانون والأذر دكتور ايوة قلنا عشان لكن دي اللي غلط ما ينفعش تعمل فيها قلنا زي قلنا عشان تاخد موافقة من المريض اه 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 دي اقا واحدة معلش سنة كنت عاملة كنت حسن ان السؤال اه في حاجة غلط وفعلا كانت الايجابة كانت غلط بس انا عدلتها احنا كنا بنقول للمعايير ان احنا ندم وفقة طبية كان فيه كزا حاجة ده بيقول لك ايه الحاجة من دول ان ما تنفعش ان الكنسينت ماينفعش ناعد الكنسينت قلنا من الشيلدرن او الحالة الصحية بتاعتهم مش كويسة لكن احنا بناخدها فعلا من البرسون لقول الحق ان هو ناخد منه الكنسينت دي صح اللي احنا قلنا الاب او الام او الواسع عليه البيشانت زي بيشانت زي زي دكتور نو فعلا الدكتور لازم يقول المريض كل حاجة هو عرفة قبل ما يدي الموافقة اه وزي بيشانت ولازم المريض يبقى عارف هو بيدي البرميشن او الازن بتاعه الايه يبقى هي اللي كانت غلط رقم سي او منتال بيشانت دي اللي غلط رقم سبعة ان انا بعمل قلنا في ماينفعش في حالات ايه احنا قلنا بنقول لقرأي بقى بس لكن لو المريض رفض ما نقول لهمش رقم تمانية احنا قلنا الموافقة الضمنية هي انك تروح للعيادة لان فيها بيبقى بدي بقى فعل حاجات رقم تسعة قلنا ان يكون فيه نقص في المهارة وفي المعرفة دي اسمها ايه عدمة كفاءة اخر حاجة قلنا مش محتاجين وفقة طبية في حالات ايه الحالات قلنا الحالات الطارقة لا مش ضروري لازم اتعامل واشوف المريض وينقص حياته الاول مش مهم الموافقة ما فيش ما فيش اي شكل قانوني او اجراء قانوني بيتاخد ضدي في الحالة دي لاني ببقى عن قصة المريض ودي اهم حاجة كده خلصنا الاسئلة بالتوفيق يا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة